السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا ليوم السبت 24 الثاني نوفمبر طبعا القمر اليوم موجود في برج السرطان ورح ينتقل برج الأسد في ساعات الصباح ورح يظل في برج الأسد لغاية الساعة 37 دقيقة من مساء يوم الاثنين لا ينتقل القمر بعدها لبرج العذراء وبرضو اليوم في عنا انتهى تراجع زحل اللي اللي بيتراجع مدة طويلة القمر الآن موجود في منزلة الجبهة اللي هي آخر منزلة موجودة في برج السرطان وهي منزلة للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو وبالنسبة لهذه المنزلة رح يظل القمر موجود فيها لغاية الساعة 12 و22 دقيقة من بعد منتصف ليل السبت على الأحد لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الزبراء وهي منزلة موجودة في برج الأسد وهي منزلة للربح والحرية والصلاح والإصلاح طبعا القمر بما انه مازال موجود في برج الأسد معناته الناحية العاطفية وقوة المشاعر والعواطف والحساسية الزائدة بتظل مسيطرة علينا وبرضو منحاول انه نخلق جو من الأمان لنا ولا أحبانا ولا أطفالنا من ميلة القيام بأشياء بتجعلنا سعداء برضو ممكن تراودنا بعض الذكريات اللي بتجعل بعض مننا إنه يضرف الدمع إحنا بحاجة لمراقب الطعامنا أو شربنا بالفترة هاي وخصوصا الأشخاص اللي بيعملوا دايت لأنه الشهية بتكون مفتوحة لتناول الكثير من الطعام يجب تجنب انتقاد الآخرين لأنه بالفترة هاي حساسية الجميع بتكون في ذروتها ما هو بإمكاننا خلال هاي الساعات لغاية ساعات الصباح الاهتمام بشاب بالأمور اللي تتعلق بالمنزل شراء منزل أو استجار أو بيع عقار أو الاهتمام أكثر لأطفالنا أو قضاء وقت ممتع بالمنزل أو مع العائلة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة ثلاثة وسبعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرد سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة بتتوجه اهتماماتنا للأمور الخفية والغامضة وبرضو بتقوي من شهوانيتنا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار رح يبدأ الساعة ثلاثة وسبعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج ورح يستمر لغاية الساعة سبعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر بعدها لبرج الأسد هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شي ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة سبعة وعشرين دقيقة صباحا القمر خلاص بانتقل وبصير في برج الأسد عشان هيك من ساعة الصباح بصير الناس من حوله أكثر كرما مما اعتدنا عليه ماديا وعاطفيا وبينصب التركيز على الفرح والترفيه والتجميل وممارسة الهوايات ومشاركة العاطفة مع حبايبنا يمكننا التواصل مع المسؤولين ومحاولة إجراء استفسارات أو نصائح بشكل صحيح وبرضو تعزيز العلاقة مع أحبانا وأبنائنا ويمكننا أيضا أنه بالفترة هنا نقترض بعض المال أو نطالب ببعض الاستثمارات أو نروج لاستثمار أو نشتري بعض الأشياء الثمينة مثل المجوهرات أو مواد التجميل منكون جريئين ومنرتدي الملابس الأنيقة نهتم بمظهرنا الخارجي اللي يعني هو من سمات موليد برج الأسد الحدث اللي رح يصير بعد الانتقال هو انتهاء تراجع زحل طبعا كوكب زحل له بيتراجع تقريبا أربع شهور ونصف في برج الحوت طبعا هو رح ينهي عملية التراجع الساعة سبعة وثلاث دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش رح يرجع للحركة الأمامية ورح يظل موجود في برج الحوت يعني الفترة القادمة لسه مكوثه في أوله زي ما بحكوها ولكن رح يكون التراجع القادم يوم 29 ستة 2024 ساعة 6 وصد دقائق مساء خلال الفترة الماضية كان لما بلش تراجع زحل شعرنا بالضياع عدم القدرة على تنظيم أمورنا كان في نوع من أنواع الفوضى في حياتنا أو في حياة البعض من الأشخاص اللي بيتعاملوا معنا طبعا صار في نوع من أنواع الضعف أو قلة الاهتمام أو الحسب المسؤولية والواجب رغم الالتزامات زادت النفقات أيضا المالية عندنا وهذا إشي عمل نوع من أنواع الخلل في ميزانيتنا بالمصاريف ما كان عندنا قدرة على السيطرة على هاي الفجوات طبعا من الآن من هذا اليوم تبدأ هاي الأمور يعني تخيف تدريجيا ما رح تنتهي اليوم فورا ولكن هي بحاجة لأسبوعين تقريبا لحديد يعني هو الآن بيصل لمرحلة الثبات بعدين من ديرجع يصير بالحركة الأمامية فهاي المرحلة لا يمشي بالحركة الأمامية وتزداد سرعته لا يبدأ يعطينا شوية بصيص أمل أنها تتغير الأمور بشكل إيجابي ولكن الآن تقريبا نقدر نحكي أنه الأمور الصعبة الكبيرة انتهت والآن بتبلش تخف ولكن هذا لا يعني أنه رجع للحركة الأمامية يعني بده يصير سعيد وبدأ تتغير صفات كوكب زحل لا هو كوكب زحل هو كوكب نحس ويعتبر النحس الأكبر ولكن أنه هو في الحركة الأمامية بيعطي نوع من أنواع النحوسة فما بالك لما يتراجع نحوسته بتتضاعف يعني إشي أخف من إشي زي ما بحكوها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل الإيجابية بين عطارد وبين أورانوس هاي الزاوية طبعا بدأت تأثيراتها يوم واحد احداش وقولنا أنها مستمرة ليوم سبعة احداش ذروتها اليوم الساعة أربعة وزد دقائق عصرا بتوقيت جرينيج مننشط ومنباشر بأكثر من مسعى في أكثر من اتجاه في نفس الوقت كما أنها بتعزز من قدراتنا العقلية وبتسهل علينا حل وفهم مسائل علمية تعذر حلها مسبقا ومنشعر بالثقة وبقوة الحدث الموجود لدينا تمنحنا ذكاء وخيال وقدرة مبتكرة وقدرة كبيرة على إقناع الآخرين لكنها مشوي بتضر بالتركيز عنا بتزيد من ميلنا للأمور التي تتعلق بالسينما التلفزي الأمور التي تتعلق بالكهرباء برضو بتقوي من حدثنا وبتساعدنا في حل الأوضاع المعقدة وبتجلبنا دعوات وعروض تتعلق بأمور تتعلق بالسفر بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بيصبح عنا المعدة والكبد والصدر والغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي غشاء الجنب وغشاء الصفاق والجهاز الانفاوي وعظم الصدر أما من ساعات الصباح وما بعد بصير عنا القلب الشريان الأورطي الدورة الدموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري والظهر والجانبان هذا ولا بصيره الأكثر حساسية هاي الأعضاء اللي ذكرناها طبعا وخصوصا الأعضاء اللي تتعلق بالصدر اللي هي القلب وما له علاقة من الأمام أو من الخلف يعني حتى في الظهر هاي من ساعات الصباح وما بعد لا يجوز إجراء عمليات جراحية لإلها كبرى ولكن كفحصات أو جراء بعض العلاجات ما في أي مشكلة من الآن ولغاية ساعات الصباح اللي هي اللي ذكرناها في البداية اللي هي ما تتعلق بالجهاز التناسلي والمسالك البولية واللي هي الأمور الباطنية بمعنى آخر هي اللي بتكون أكثر حساسية بالنسبة لهذا اليوم طبعا ما في أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها وأيضا مش بفترة خلو المسار أما بالنسبة لعمليات التجميل فهي جيدة ولكن برضو مش في خلو المسار جيدة مثل الحقن والجراحة وبرضو اليوم يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الأسد اليوم رح يستقر خلص معناته خلو المسار القادم رح يكون الساعة 7 و 25 دقيقة صباحا من صباح يوم الاثنين 6-11 ورح يستمر لغاية الساعة 7 و 38 دقيقة مساء يعني طيلة النهار قرابة 13 ساعة خلوه مسار يعني فترة صعبة شوي بعدها القمر بنتقل للعذراء فعشان هيك بتكون تحسبوا حسابا أنه يوم الاثنين وخصوصا اللي في منطقة آسيا أو المنطقة العربية تحديدا أو المنطقة اللي بيكون عندهم نهار في هذا الوقت يبعدوا عن اتخاذ قرارات حاسمة أو إنهم يلتزموا بأمور مصيرية أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار المربع عمره 21 يوم في تمام الساعة 28 و 22 دقيقة مساء بصير 22 يوم نسبة الإضاءة 56% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب وتواجد الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 22-11 يعني منتحس الآن بنسبة 10% في ساعات الفجر منتحس بنسبة 40% في ساعات الظهر منتحس بنسبة 60% القمر في السرطان وزي ما حكينا بده ينتقل للأسد ورح يظل في برج الأسد ليوم 6-11 سعيد الآن بنسبة 85% في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 15% ساعات الظهر منتحس بنسبة 10% عطارد في العقرب حتى يوم 29-6 طبعا أنهى عملية التراجع اليوم منتحس الآن موعد بث الحلقة بنسبة 15% في ساعات الصباح يرجع للحركة الأمامية وصير سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم تنهمكوا بمور الهاصلها بالبيت والعائلة من الآن ولغاية ساعة الصباح لا تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة ووسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم خصصوا فترة لا بأس فيها من وقتهم للاهتمام بمتطلبات العائلة الجو العام ضاغط والمسؤوليات كبيرة ممكن تكون اليوم على موعد ارتباط مهم فما بجوز الفشل وبرضو بتحمل هاي الفترة مصريف منزلية أما من ساعات الصباح وما بعد بتبحثوا عن قاسم واشتركوا بإجمعكم بأحباكم وبتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات أيضا برج الثور ابتنشطوا في مجال السفر والاتصالات من الآن ولغاية ساعات الصباح ولكن بتكونوا أكثر صبرا على الطرقات ويعتبر هذا اليوم مناسب لاجتياز امتحان ابتتمتعوا بطاقة فكرية وجسدية كبيرة دافع عن مبادئك ولكن بليوني وبدبلوماسية انتبه لكلامك واحفظ خط الرجعة ممكن التمم لقاء أو اجتماع عمل مفيد وتتخذ خلاله بعض القرارات المهمة ولكن انتبه من فترة خلو المسار أما من ساعات الصباح وما بعد بتعيدوا تنظيم أموركم البيتية والعائلية ممكن يطرأ عضو المنزلي أو حدث عائلي أو اهتمام تتعلق بالبيت والعائلة والأمور حاية برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بيظل في فرصة لمكسب مالي وهذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يستردوا أموال بتعودلهم وممكن تحصلوا على بهدية أهم إيش انكوا تخففوا من النفقات بتميلوا للتفاوض والمساومة وبتنشط بالرحلات والاتصالات وبتجرأ على النقاش فترة مناسبة لبحث بعض المواضيع المهمة أما من ساعات الصباح فهونا النشاط وضع طيلة النهار بتنشطوه في مسائل لها علاقة بالسفر والاتصالات وبرضو منكم أشخاص ممكن اليوم يهتموا لتقديم امتحان أو للمطالبة بحق لإلهم وعندهم قدرة على الإقناع عالي جدا ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا أنتم مشحونون بالنشاط والحيوي وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم حاولوا أنكم ما تترددوا في فرض وجهة نظركم من الآن ولغاية ساعات الصباح ممكن تحققوا انتصار أو تظهر بعض المزايا الرائعة اللي بتنفت أنظار الجميع لألكم وتعتبر فترة إيجابية فاستغلوها أما من ساعات الصباح وما بعد فهنا ابتنهمكم في ضبط ميزانيتكم ابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من السرقة أو الضياع برضو اليوم ممكن يكون في دعم خارجي وربما بعض الاهتمامات المالية أو قروض ديون أو صفحة جديدة أو قرار جديد في حياتكم برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا رح يظلم سيطر التعب عليكم لليوم الثاني على التوالي لغاية ساعات الصباح فعشان هيك انجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل واخلدوا للراحة ممكن تكون مرهق أو قليل الحماس ممكن أنه يعني شوي يكون في عندك موضوع مهم بتنتظر جواب عليه فحاول أنك ما تنتظر الآن ولكن من ساعات الصباح وما بعد ممكن يجيك جواب ابتهدأ الأجواء شوي وبتخف الوطيرة لحد الركود لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد هنا بتمتلؤ نشاط وحيوية وبتنقلب بعض الخيارات والتوجهات لتناسب وضعك الحالي وبتمتعوا بالقدرة على قلب المعطيات لصالحكم برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعاً بدكوا تنتظروا لأن القمر بدأ يقترب من بيت المتاعب بيظل في مجال النشاط الاجتماعي وممكن تلتقوا بعض الأصدقاء من الآن ولغاية ساعات الصباح ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة ولكن بدكوا تتجنبوا الانتقادات بيحمل اليوم فرصة أو بهاي ساعات فرصة مناسبة لحجد التأييد والدعم وما برضو فترة مناسبة لطلب استشارة أو تأييد أحد الأصدقاء أو المعارف لا إلك وبتمتلك القدرة على التواصل البناء ومن الضروري حجد الدعم حالياً أما من ساعات الصباح فهنا بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم لا توقع على عقد لا تحسم أمر لأنها فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين من الآن ولغاية ساعات الصباح بوسعكم إثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم ويعتبر هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي ممكن تحملك هاي الساعات من الآن ولغاية ساعات الصباح مسألة حل لمسألة شخصية كانت تسبب لك نوع من أنواع القلق أو عبئ بيتعلق بالمنزل أو بأحد أفراد العائلة أما من ساعات الصباح فهنا القمر رح يصير في بيت العلاقات الاجتماعية فعشان هيك اليوم في ساعات النهار بتنشطوا بين الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة أو تسعدوا من لقاء بعض الأصدقاء الأجواء جيدة ودعمة لكم بتكون بقوة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة أهم شنكو تكونوا أكثر صبرا أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة من الآن ولغاية ساعات الصباح ممكن تفرحوا لإنفراج مسألة ضاغطة تعتبر فترة جيدة ومنعشة إلى العلاقات والتعلق حالفات ولكن بتكو تحذروا من المتاعب والوعكات الصحية أما من ساعات الصباح وما بعد بتحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية وبيبدأ يوم جيد للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ولكن بدكو تتجنبوا الخلافات وتسعوا لتلطيف الأجواء خلال هذا اليوم برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتنهمكوا في ضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات إلا أنه في فرصة لمكسب مصدر الشراكة أو تعويض من الآن ولغاية ساعات الصباح أهمش أنه تستغلوا هذا الوقت في تصحيح الأخطاء واستعادة ثقة الآخرين وما تسمحوا للخلافات بالتأزم لا سيما مع الأحبة ناقشوا فوضوا ما تتهربوا من مواجهة الأمر الواقع وعبر عن رأيك بهدوء وما تستفز أحد أما من ساعات الصباح وما بعد بتنشطوا في السفر أو في الاتصالات البعيدة أو العلاقات مع الأجانب ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن اللي عنده امتحان برضو ما يعتمد كثير على الحضوظ برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة وبتقدروا تبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاء العمل والعاطف من الآن ولغاية ساعات الصباح فترة شوي فيها نوع من أنواع التوتر لأنه ما زال القمر موجود مقابلكم تماما فأهم شيء أنك ما تعصب ما توجه أي انتقاد لأي شخص ما تدخل بأي خلافات من ساعات الصباح وما بعد بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة انجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت وحاولوا تنفيذها دون تردد وما تلتهوا بالأمور الثانوية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بيبدأ العمل بالتراكم لديكم من الآن ولغاية ساعات الصباح لأنه القمر ما زال موجود في البيت السادس فحاولوا انجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم وما تدخلوا في مواجهة مع زميل بتكثر اللقاءات والاجتماعات وممكن تحضروا لورشة عمل أو تهتموا بوضع صحي معين بتكثر المسئوليات والالتزامات على أنواعها خلال هذا اليوم ولكن بدك تكون حريصة على عملك من ساعات الصباح بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن بدك تكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم وديروا بالك لأن القمر صار مقابلكم تماما فبدكوا تحاذروا من الخلافات وحاولوا انكوا أيضا ما ضخم الأمور برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا تشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم حاولوا تفاهم وجهة نظرهم وما تبلغوا في طلباتكم منهم ممكن من الآن ولغاية ساعات الصباح أيضا تحتفلوا بإنجاز أو بانتصار أو تنمو بعض العلاقات وتزدهر فترة مثمرة وكثير فيها من الأشياء والإنشغالات والتحركات وتعتبر فترة حظ ونجاح وتقدم أما من ساعات الصباح فهون القمر بصير في البيت السادس بيبدأ العمل بالتراكم لديكم حاولوا انكوا تنتبه لصحتكم أكثر بيتراكم فيها العمل أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم خلال هذا اليوم عشان هيك بدك تركز على الأعمال الضرورية والمهمة تنجزها وتممها قبل ما تنتقل لعمل آخر هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر